موسيقى في أيام المسيح أحبائي وصل هذا الموضوع إلى الأوج يعني كان فيه عداء شرس بين اليهود وبين السامريين لدرجة أنه كان يصلوا يعني أشكرك أني لسته سامريا كان الرجل يصلي أنه لسته امرأة وكان الرجل يصلي أني لسته أمميا نجسا وبعدين يعني والحبل على الجرر لوين بدي يصل بتصير بعدين أنك مش بس اللي من خارج بتصير حتى اللي أقرب بتصير تكن لهم العداء وهذا أحبائي مظاهر الدين مظاهر الدين بيبتدي البغضة للبعدين وبعدين بيبتدي يقول أنه أنا أقدس منك بيبتدي في الإداني حتى من أبناء شعبه من دينه حتى بيبتدي في أسلوب التحقير إلى موضوع القتل من نفس الدين بيقتل أخوه لأنه بيختلف عني فالكرهية والحقد أحبائي مثل نيران تشتعل في الغابات فتأكل النار كل شيء وهذا أحباء القلب الممتلئ بالضغينة والبغضة والكرهية رح تتحول إلى كل من حولك بيصل الوضع على الشخص اللي بيكره مش بس بصير يكره الناس بتصير تكره بيتك وتكره ولادك وتكره زوجتك وتكره كل شيء حولك فإذن وين المقياس وين أنك أنت بتوقف فلما أنت بتبتدي تبغض أو تكره شيء بيبتدي يتطور يتطور لدرجة أنه جسدك وحياتك تصبح مظلمة بالكامل فالمسيح رفع المستوى أحبائي قال يعني تحب عدوك أحب أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا ناس عم بتسيء وأنت عم بتصلي لها ناس عم بتطهدك وأنت عم بتصلي لها يعني شفنا الواحد وعشرين شخص الشاب مصري في ليبيا عم بيصلوا وهن عم بيندبحوا أحبائي وأهليهم عم بيصلوا للأشخاص اللي قتلوهم ما هذا النوع من المحبة هذا نوع محبة بيسموها اختبارية اختبروا محبة المسيح في الداخل في الكيان في الحياة فغيرتهم لا يستطيع أن يتكلم أو يتحرك أو يعبر إلا عن طريق هذه المحبة المحبة الإلهية في العهد القديم يقول إن جاء عدوك فطعمه واقتبست أيضا في العهد الجديد أنا بصلي إنه الرب فعلا اليوم يحررنا من الحقد ونرتفع إلى مستوى أعلى من بر الملكوت مش نتحرك بالمشاعر لكن المحبة هي إرادة قرار أنا عاوز أحب الشخص لأنه اختبرت هذه المحبة في حياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر